موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هنتكلم عن والدي رحمة الله عليه وشخصيته وحبه للعلم أما حبه للعلم فبدأ وهو صغير من أيام جدي ما كان جدي كبير الشخصية البنة فكان بيحاول يزرع هذه الشخصية داخل شخصية والدي ومجرد ما والدي نجح في المعهد السنوي في طنطة ونزل لمصر كان جدي دايما يشتري له أمهات الكتب أمهات الكتب دي الكتب الأديمة نحن كنا نسميها زمهات الكتب الصفرة اللي كلها حواشي ودي كان لها فايدة كبيرة جدا وكان لها شيء صعب حصل له إنه أغلب الطلب اللي كان يخشه في الأزهر في الوقت ده كانوا طلبه من الأرياف أغلبه من الأرياف قلي جدا من القهراء أو من المدن الكبيرة وفي نفسه كانوا من عائلات بسيطة يعني في الدخل بتاعها فكان لما والدي بقى بعد ما اتخرج واخد العالمية واخد التخصص بيقعد فوسط الجلسات الكبيرة دي بتاع المشايخ كان بيكلم مما قرأ من كتب كبيرة يعني بيكلم مما سعاد فده زود الحقد بتاع بعض زملائه وده بيفكرني بقصة الأيام الكتابة أعطاه عحسين وازاي كان البعض الطلبة في الأزهر بيحكي الله على بعضهم فالحقد ده ولد شيء يعني إن والدي بيتعالي على رؤسائه والدي بيتعالي على العلماء إلى أخير إلى أخير ده كان من أقرناه فلم يتعين والدي في الأزهر الشريف كمدرس أو كمسؤول داخل الجامع الأزهر نفسه إلا بعد 15 أو 18 سنة من حصوله على درجة الدكتوراه أو اللي هو التخصص وفضل إيمان في مسجد عيسون هذه المدة بدرجة الدكتوراه الوالد كان من نوع اللي هو صريح يعني إن كان في شيء بيقولك في وشك على طول لكن كان طيب جدا جدا كان منشغل بالعلم وكان عندنا في البيت مكتبة كبيرة من الأرض للسقف من مكاتب اللي هي حطناها عندنا في البيت لما انتقلنا في مدينة لقوافة مجمع من هنسين يعني فيها عشرات الكتب اللي هي أمهات الكتب نفسها اللي أمهات الكتب اللي أصبحت كتب في إيه يعني تعتبر كتب يعني تاريخية أو كتب أثرية من كتبتها وحواشيها إلى آخر إلى آخر كان دائما يغلق الباب عليه ويقعد يقف من الحوادث اللي حصلت عندنا في الوقت دا بما جينا ننقل من من بيتنا من الشقة بتاعتنا في الحلمية للبيت في الفيلة الجديدة في سنة 63 كان فيه خلاف كده وصيب بنا من صاحبة البيت وجيدة هنم وكان في الوقت دا بدأت الثورة لما جات يعني أو جالي سنة جمهة ما استثمرش فلوس كتيرة في البناء المساكن يعني ما قبل الثورة كان أصحاب البيوت وأصحاب العمرات بيكتبوا شقة للإيجار يعني بيدللوا على السكن ما بعد الثورة يعني بدأت الناس تكتر كل عدد وفي نفس الوقت يقل عدد الوحدات السكنية كان فيوقت دا بدأ حاجة اسمها الخي والرجل يعني عشان تخرج من الشقة بتاعتك بتاخد مبلغ من صاحب البيت لكن الوالد برامل كان فيه خلاف بيننا وبين وجيدة هنم يعني قال الشكر هو الخلاف يعني إلا إن هو قبل أو بعد يعني هو حنا أو حنا بننقل العفش للفيلة الجديدة بتاعتنا تلع هو دا المفتاح وشكرها على حسن جرتها ومشينا وتركنا الحلمية الوقت دا إحنا كان لما نشوف كان فيه لما نتكلم عن ثقافة الحوار في مصر ما بين علماء الأظهر السوريان الكبار كان موجود كان ممكن تعودوا مع الشيخ الأظهر مع كبارك الكبار العلماء إلى آخره إلى آخره وده اللي كان بيثري اللقاءات ما بين الكبير والصغير والعالم والبسيط في العلم والطلبة إلى آخره يعني كان مجتمع منفتح أكتر على العلم مما نرى هذا اليوم أنا بس أردت أن أذكر قصة تانية عن الوالد يعني كان لما يختلف مع الوالدة الوالدة كانت قارئة كبيرة جدا رحمة الله عليها وقرأت كتب التاريخ وقرأت في الفقه والسيرة إلى آخرين كنا لما نقعد نشوف المناظرة ما بين الوالد والوالدة أمامنا فكان الوالد طبعاً لما الوالدة تخطئه كان يقعد يضحك وقال لها يا مؤمنة يا مؤمنة يقعد يضحك ويبتسم وما يجرحهاش قدام على الملأ قدام الناس من الأشياء الكبيرة أنه في يوم الأيام أنا عملت حاجة غلط كده وإحنا في الشارع كده فحب يضربني فمجرد ما رفع إيده ونزلها عليها ما بدأ من ضربه ومع بقيتلي كده طب طبعاً فلما أنت تنبت في مناخ أسريك كهذا ما بين واردة قارئة ووالد مثقفة ووالد عالم وبيت من فتح مفتوح للأرايب والأقارب والجران وكذا وكذا بتؤثر كثير جداً في شخصيتك تأثير إيجابي خاصة في علماء أيام الحلمية اللي كان كل ناس بتجمع عندنا خاصة من أرايب والدتي أو أرايب والدي أشكركم على حسن مشاهدتكم من الفيلم وأتمنى أنكم تفاعلوا القرص وفي نفس الوقت تشيروا أو تشاركوا الفيديو مع أصلاً السلام عليكم المترجم للقناة المترجم للقناة